موسيقى كشفت جيب النقاب رسميا عن مجموعة طرازاتها التجريبية لسباق مؤاب استر جيب سفاري لعام 2012 في البداية هناك طراز جران شروك تريل هوك التجريبي الذي يتمتع بهيكل خارجي أبيض مع لمسات حمراء ومعدنيات اللون كما تتمتع المركبة بواقيات جانبية للصخور وخطاطين أمامي وخلفي لجر المركبات مع أضواء أمامية معتمة وإطارات معدنية قياس 18 إنش تحيط بعجلات من نوع جودي الرانجلر هناك أيضا طراز رانجلر أفاتشي الذي يتمتع بمحرك بي 8 من نوع هيمي بسعة 6.4 لتر ويولد قوة كبيرة تصل إلى 470 حصانا أما طراز مايتي اف سي التجريبي فيذكرنا بطراز فورورد كونترول الذي صنعته الشركة بين عامي 1956 و 1965 وهو مستوحا من طراز رانجلر روبيكون ويحتوي على عدد من القطع المستعارة من حزمة تعديل طراز جي كي 8 ومن جهة أخرى جاء طراز جي 12 التجريبي مستوحا من جلادييتر طراز 1960 وهو عبارة عن مركبة فيكاب جي كي 8 مطورة مع مقدمة جديدة وأضواء أمامية معادة التصميم تضم المجموعة أيضا طراز رانجلر كيلدوزر التجريبي الذي يتمتع بمحرك V8 من نوع هيمي بسعة 6.4 لتر مع صادمات أمامية قوية التحمل وعجلات من قياس 37 إنش من نوع ميكي ثومسون وأخيرا هناك جي فرانجلر روبيكون المعدل الذي يتمتع بصادمات أمامية مخصصة للسير على الوعر وحزمة تعديل خاصة إلى جانب أنظمة إلكترونية متطورة بالتحكم بالمحاور وعجلات من نوع جديد قياس 35 إنش لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.arabmotors.tv اشتركوا في القناة